وهو مبدأ الأمن المتساوي والذي لا يمكن تقسيمه في منطقة أوروبا وأسيا ونحن وجدنا من عمل ضدنا وحاولوا توسيع الناتو إلى الشرق وحاولوا زعزعة الاستقرار في مناطق التي كانت سوفيتية سابقا وحاولوا بث شعر المناوية لروسيا وهنا نجد جذور النزاع الطويل في أوكرانيا وبالرغم من محاولات صيغة نورماندي وفرقة الاتصال في السلطات في كييف بدأت تستحديث خططا جديدة حتى تتملص من تنفيذ اتزاماته بموجب اتفاقية منسك الذي صدرت في شباط فبراير 2015 وتعتبدها بجلسة الأمم المتحدة ولكن وبالرغم من هذه الجهود والظروف فنحن نهدف العمل بطريقة بناء وتوصل إلى حلول مقبولة للطرفين لتنفيذ اتفاقية منسك ونحن نسجيب للمشاغل التي تبدأ عرب عنها بشأن ظروف الأمنية في المنطقة ورئيس بوتين قد أطلق مبادرة إفادة بعثة أممية للمساهمة في حماية المراقبين ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وقد طرح مشروع قرار يتناول هذه المسألة على مجلس الأمن ولحن نتوقع أن هذا الاقتراح الروسي سوف يساوي في تسوية الأمور في أوكرانيا والتي اندلع بسبب انقلاب دستوري قامت به الجماعات المتطرفة ونأمل بأن نحقق تقدما بناء وتفاعلا بناء مع شركاء في أوروبا وياتب وتحدى أن يقوم على أساس الكل أو لا شيء وهنا في الأمم المتحدة علينا أن لا ننسى منبع هذه المنظمة وإن محاكم يونيرنبرغ قد أصبحت بمثابة نقص خطر أن يذكرنا بآثار الحروب ومخاطر محاولات تقرير مصيري العالم عبر دهس حقوق الشعوب والأمم وعلينا أن لا نستخدم ذريعة حرية التعبير عن الرأي لدعم المتطرفين الذين ينادون بأفكار النيونازية المطلوب هنا هو جهود ثابتة في إقامة حاجز ضد النازية والفاشية المتجددة والخوف من الأجانب الزينوفوبيا وتعزيز التناغم الثقافي ودولي وإن القضاء على التسامح ونشر الكراهية يساعد المتطرفين والأرهبيين من تدمير المبادئ الثقافية وبعض مناطق أوروبا تسمح بإزالة الضروح التي أقيمت لمحرري القارة وأبطال الحرب التي أرسل دعائم الأمم المتحدة ولهذا فمن ضروري أن نولي الأولوية في هنا في الأمم المتحدة والجمعية العامة واليونسكو لضرورة وضع الأطر القانونية المطلوبة لوضع حدا لهذه الأعمال وتصرفات وروسيا نيتها تقديم اقتراح بهذا الشأن ومن المرفوض أن نبقى جامدين في وجه ما نشهده في أوروبا وذلك انتشار انعدام سلطة الدولة والقضاء على لغات الأقلية التي اعتبرتها كل اتفاقيات مجلس أوروبا إن قرون من التاريخ قد أثبتت بأن التسوية الدائمة للنزاعات لا تتحقق إلا عبر الحوار وتحقيق التوازن ما بين المصالح الأساسية ما بين الدول المختلفة ولهذا فإن والأسف أن الكثير من الدول تخضع للضغط بدل من الدبلماسية وأن فرض الجزاءات أحدية الطرف على رأس جزاءات فرضها مجلس الأمن أمر غير مشروع ويقود من الطبيعة الجماعية للجهود الدولية الجميع يشهد بشعور من الفزع اليوم القيود المتجددة التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران والتي هي بطبيعتها خارجة عن أراضيها وتهدد أيضا تنفيذ خطة العمل الشامل المشتركة التي أصبحت من أهم العوامل التي تحقق الاستقرار العالمي والإقليمي إن الجزاءات أحدية الطرف أثبتت سوءها منذ حين بعيد ونشير إلى ذلك مثلا إلى الحصار الذي دام الأكثر من 50 عاما الذي فلت المتحدة على كيوبا وهذا أمر قد نددت به الكثير من الدول في الأمم المتحدة وعلينا أن نسمع صوتها الآن كما نواجه أيضا خطرة دهور الأمور في المواجهة ما بين كوريا الشمالية ونحن ندد بمغامرات بيون يانج الصاروخية والتي تأتي انتهاكا لقرارات مجلس الأمن دات الصيلة ولكن الهيستيريا العسكرية ليست مجرد عثرة بل هي كارثة وعلينا أن ننفذ قرارات مجلس الأمن نحن لا نجدل بذلك ولكنها جميعا تحتوي على الأحكام منها تطالب بضرورة العودة إلى بأدات المفاوضات ونحن ندعو إلى وضع حدا لوقف تنفيذ هذه الأحكام لم نستنفذ بعد السبب الدبلوانسية لتسوية الأزمة في شبه الجزيرة الكورية ندعو أعضاء المجتمع الدولي لدعم الصين وروسيا في خارطة طريقهما الورد في البن المشركة التي صدرها عن موزاري خارجية الصين وروسيا في الرابع من تموز يوليو ومن المرفوض أيضا أن نؤجج ونحرض على استخدام القوة والمظاهرات العنيفة لزعزعة نظام فنزويلا أو زعزعة نظام في أي دولة أخرى خلاف محلي أو أهلي على البجتمع الدولي بشأنه أن يدفع الأطراف ويحث الأطراف على التوصل إلى حلول وسط وتفاهمات ومحاولة تجاهل أراء الآخرين والتهديد والوعيد بطريقة تخرج على المستقبل الأمم المتحدة لا نفعة لها أن حقوق اللاجئين وتدفقات المهاجرين غير المشروعين كل هذه نتيجة جهود رعناء لإزالة بعض النظم غير المرغوبة بها بما في ذلك عبر الحل العسكرية والذي نشر الفوضى في الشرق الأوسط وبعض مناطق أفريقيا وقد أدى إلى اندلاع حروب لم يكن لها وجود في ذلك المنطقة ونشره هنا إلى ما حدث بالنسبة لسوريا وإيران وجهود أخرى لزعزعة الاستقلاف في المنطقة وأذكر هنا بالحاجة لمنكفحة تاعش والنصرة أيضا والتي لسبب من ما قد رحمتها القوات والتحلف الأمريكي ونحن نشعر بالتفاؤل الحذري من دورنا وفي ربع عشر والخمس عشر من أيلو سبتمبر فقد عقد اجتماعا بشأن سوريا في أستانا وهنا فقد أفنا طابعا رسميا على مناطق تفادي أو عدم التصعيد الرسمية التركية والمتحدة والأردن والأم المتحدة دعمت ذلك ودعمتها أيضا دولا أخرى وهذه الاتفاقيات توفر الظروف للمضي قدما في تنفيذ القرار 2254 على أساس الحوار المواشر من بين الحكومة والمعارضة مع جمع جهودها خدمة للقضاء الأسرع على أماكن ونقاط تفريق الإرهابيين مع ضرورة صون وحدة الدولة ومعالجة أعظم الأزمات الإنسانية وما هو مطلوب الآن هو زيادة مستوى المستعدة الإنسانية وإزالة الألغام من المناطق التي زرعت فيها والألغام ونحن نرى أن الأم المتحدة تلعب دورا قياديا في هذا الإطار دون أي شروط مسبقة مع إعطاء دورا لكل من يرغب صدقا بالسلام لسوريا وشعبها نقطة أخرى هي حالات استخدام الأسلحة الكيميائية في المنطقة علينا أن نحقق في كل هذه الحالات بطريقة ذات مصدقية ومهنية دون المحاولة للتلاعب والضغط على منظمة الحظر الشامل الأسلحة الكيميائية وألية تحقيقها وإن تسوية القضايا الإنسانية وتسوية الأمور ما بين الأصراف المتناحرة أمر أساسي لتسوية كل إزامات في المنطقة بفريقيا وليبيا وليبان وعراق وفي كل هذه الحالات وفي النزاعات الأخرى كثيرا فإن روسيا اعتمدت نهجاً متوازناً وعاملات مع كافة الأطراف المعنى بالنسبة إلى مشاكل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يجب أن ننسى أيضاً تسوية القضية الفلسطينية ومبادرة العربية نعلق أهمية كبرى على الوحدة الفلسطينية ونحيي جهود مصر في هذا الإطار وروسيا على استعداد للتعاون بكل الوسائل في إطار المحادثات بين الجانبين وكشركة للجنة الرباعية والجامعة الدول العربية بالنسبة إلى تسوية المسألة الفلسطينية فإن الأوضاع الراهنة لا تزال تشجع الإرهابيين على الأعمال الإرهابية فالتطرف والإرهاب يجب أن يكافحها على يدنا جميعاً بدون هوادة وبدون نوايا غير معلنة أو برامج غير معلنة وذلك وفق استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب ونعرب عن ارتياحنا لقرار متعلق بهذا الأمر والذي اعتمدته على الجمعية العامة وإن روسيا تطلع بدور كبير في مكافحة الإرهاب ونشكركم جميعاً على دعمكم نحن متمسكون بالسلام وبضرورة حضر الأسلحة النووية وفقاً لنظام عدم الانتشار وأن هذه العملية يجب أن تكون عملية شاملة في إطار ظروف أمنية متساوية لاعتبار الأسلحة النووية بما ثابت أسلحة غير قانونية ولكن هذا الهدف لن يفتأ يتراجع ما لم تكسف الجهود وذلك كي لا تبقى معاهدة عدم الانتشار بما تنطوي عليه من مبادئ بعيدة عن التحقق ولا يمكن أن يشجع على الدعاية لتشجيع الإرهابيين وعلى الأمم المتحدة أن تسعى إلى إحلال الأمن والمسواة في المجال الرقامي وقد أعددنا مبادرة تتعلق بمكافحة القرصنة والجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت العالم سيواصل الاصطدام بمشاكل جديدة وقد يكون بعض هذه المشاكل ذات طابع حضاري لا ينبغي أن نعتمد نهج أحدية الطرف بل جماعية إن إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب إنما يراعي الهويات الثقافية والحضارية في العالم وينبغي أن يتكيف الجميع مع هذا النهج بمن فيهم من درجوا على اعتبار أنفسهم أسياد العالم ويجب أن يكون النظام العالمي نظاماً ديمقراطياً بكل ما للكلمة من معنى كما تصوره الأباء المؤسسون للأمم المتحدة ويجب مراعاة دور كل الدول بما يسهم في شاع أو في التحضير لمستقبل مستقر وبدون ذلك لا يمكن أن تتحقق أهداف تنمية المستدامة واتفاق باريس حول تغير المناخي أو حل مشاكل عالمية في مجال الصحة والغذاء والأمن الغذائي وغيرها ومن المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية ما يتعلق بالتعددية السياسية وحريات الاختيار وأولويات القانون ولا يمكن العيش في بوطقة منغلقة بل ينبغي تقديم ضمانات أمنية للدول ضمن مبدأ الحياد وينبغي وضع حد للحواجز التي تعترض التجارة والاستثمارات وينبغي كذلك التشجيع على احترام التنوع الثقافي في العالم في المهرجان التاسع عشر للشباب والطلاب سينعقد في بلادي في أقل من ثلاثة أشهر في سوتي كما أننا سننظم الجمعية البرلمانية المائة والسبعة وثلاثين في سان بيترسبور وستتمحور حول تعزيز السلام والأمن من خلال حوار الثقافات والأديان وذلك استناداً إلى أحداء ولا يمكن الاستمرار في الاستناد إلى حوادث تاريخية للتحريد على العنف من ضروري احترام ما صالح كل الدول وهذا يندرج في صلب مقترحه الرئيس فلاديمير بوتين من خلال شراكة منفتحة على كل الدول لتشكيل حيز يقوم على مبدأ الأمن غير قابل للانقسام إن ضمان الحقوق المتساوية للجميع والدول ضروري بشكل شامل كما ينص على ذلك ميساق الأمم المتحدة فتلك المبادئ هي التي نجدها في أساس التحالف الذي تنتمي إليه روسيا معاهدة الأمن الأوراسي والسلاك وغيرها من الاتفاقات التي تربطنا بأقاليمة ومناطق مختلفة ودينا كذلك علاقات مع مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي ونحن نؤمن باستمرار الأمم المتحدة ونتطلع لأن يلعب الأمين العام دورا جوهريا ومركزيا لتتحقق دعوة الأمم المتحدة وفق مقاصد الميساق ومبادئه وهذا ضروري لسيما في مدمار حفظ السلام بدون أن يغرب عن بالنا ما جمعتها الأمم المتحدة من خبرة على مدى العقود السبعة الماضية وأحد الفلاسي كان يتحدث عن الوحدة وأعتقد أن الأباء المؤسسين أدركوا هذا هذه الضرورة وذلك حثهم على جمع قواهم لمنع ويلات الحرب من التكرر وهذا ما ينبغي أن يدفعنا بدورنا إلى البحث عن التوازنات التي من شأنها أن تصنى مصالح الجميع فروسيا لطالما كانت منفتحة على فكرة العمل مع بعضنا البعض استنادا إلى قاعدة المسوى والاحترام المتبادل وهذا ما نحن عازمون على مواصلته في كل أنشطة الأمم المتحدة لتحقيق الديمقراطية الحقة في إطار العلاقات الدولية وشكرا أعطي كنت من شعر higher وشئ للمenan swoiquancy لا أكتمن لمعأ من البحث عن التواصль وتبريد من أخبر عليه الصحن وش breasturally وانتبريد من أخبر له وانتبريد من صحر